أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجر النهاردة عنوان حلقتنا هيكون الإسلام يؤيد بالرجل الفاجر أو بالفجار أهلا بك يا مارينا أهلا بك يا فرح صدقين يا مارينا يعني لما حضرنا الموضوع ده حسيت أني مش معقول يعني فيه دين في الدنيا يعتمد الله هو اللي بيعتمد خدي بالي يعتمد على الفجار والمنافقين هو مش بقوة ربنا لكن بيعتمد على قوة البناء أدمين وفجرهم وفجرهم وبلطجتهم فالنهاردة مارينا فيه حديث أنس بن مالك هو اللي قاله قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم ناخد الحتة دي الأول أنس بن مالك قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم ده الحديث اللي روا أنس بن مالك وهو صحيح طبعا وحنحط الكلام ده على الشاشة وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفجر يبقى الله بيؤيد الدين الإسلامي لازم نقولها كده بصراحة بيؤيد الدين الإسلامي بالناس اللي معندهم مش أخلاق والفجار كمان نعم طب إزاي دي يا مارينا خلينا نشوف إزاي دي واحد بعد سؤال أو يعني سؤال في مجموع فتاوي بن تايمية بيقول إيه كما سؤل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو يعني في الغزو في أميرين أحدهما قوي فجر والآخر صالح ضعيف فمع أيهما يغزياني أنا أعمل الغزو مع مين مع القوي الفجر ولا الأمير الصالح الضعيف فقال له أما الفجر القوي يعني قوته للمسلمين وفجر على نفسه يعني بيستفيد هو المستفيد يعني مش الراجل نفسه المستفيد الفجر لا المستفيد المسلمين والله أكبر أما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين ها يبقى صالح لنفسه والمسلمين هما اللي هيكونوا في ضعف يروح في 60 فيغزى مع مين يقول فيغزى مع القوي الفجر وقد قال النبي إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفجر طب أنا عندي رؤية تعني يعني من الرجل الفجر اللي أيد الإسلام؟ مش الرسول؟ طبعاً مش الرسول هو الرجل اللي أيد الإسلام ولا إيه؟ هذا الدين بإيه يا مارينة؟ بإيه؟ هو أيد الدين بالفجر بقوم لا خلاقة لما كان مارينة قبل الدعوة ما تنتشر وكده يعني في 13 سنة ما حدش ما حدش كان بيمشي وراغر 72 ولا حاجة زي كده بالضبط أول ما أقتل إسراء اختصب بالفجر بالفجر إن الله أيد هذا الدين بالرجل الفجر وروية بأقوام لا خلاقة لهم وبعدين وإن لم يكن فاجراً كان أولى بإمارة الحرب مما هو أصلح منه في الدين إسلام يسد مسده ويقولك كده إن الرسول لي حديث في نفس الفتوى يعني استعمل عين خالد بن الوليد ويقولك لهذا يعني استعمل خالد بن الوليد لأن خالد بن الوليد كان معروف إن هو فاجر ولما خالد بن الوليد قتل بني خزيمة لما قال له أسلمنا أسلمنا أو صبقنا صبقنا هم أصدوم أسلمنا أسلمنا راح الرسول قال إيه؟ اللهم إني أبرأ مما فعله خالد يعني خالد كان معروف بفجره وسمى سايف الله المسلول عشان كان فاجر في صمته فهو بعته اللي يقولك كده لما أرسلوا إلى بني خزيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع من الشبهة ولم يكن يجوز ذلك وأنكروا عليه بعض من الصحابة طيب إنت عملت إيه رسول الله لما خالد بن الوليد قتل الناس وخد أموالهم بنوع من الشبهة رفع إيده إني أبرأ مما فعل خالد وسابه زي ما هو في مكان ولا أي حاجة يعني ما عملش عليه حد مثلا هو خالد لما نزع على امرأة مالك بن نويرة مين اللي كان عايز يشيله؟ أبو بكر لا عمر أبو بكر كان مع خالد وعمر اللي عايز يشيله آه عمر اللي كان عايز يشيله أبو بكر سابه ليه؟ علشان يؤيد هذا الدين معاه أنه عمل حاجة قبيحة أنه نزع على امرأة رجل مسلم وقتله ما بيقوله أنت نزوت على امرأته قتلت مسلمه أنه نزلت على امرأته أيوة فيعني أهم حاجة عنده إله الإسلام أو الرسول أو التابعين يعني شو فيه أبو بكر نفس المنظومة يعني دي نقطة النقطة التانية يا مارينة طيب هل ده بيحصل في الوقت الحاضر ولا لا؟ فرحة ده الدواج ده إيه أصلا؟ أنهم مسلمين؟ أه وهم متبعين المنهج بتاع الرسول الفجر طيب هسألك السؤال التاني هو في الدول الإسلامية بيعتمدوا على إيه كمان؟ على المنافقين طيب طبيعيا كانوا حولين الرسول الله فجر حلقه هو الغاية دلوقتي ليه؟ لأنهم يعنيهم بيؤيدوا هذا الدين حتى بالمنافقين يعني عدد الناس المسلمين المخبيين إنهم مش مصدقين والله أكبر أنا بعرف ناس كتير كده والله أكبر وبتاع بينه وبين بعض لا إحنا إيه؟ إحنا يعني ده دين هو ده دين كتير ملحدين في البطاعة مسلمين وقدام الناس مسلمين بس هم ملحدين أصلا؟ ومشتموا في مين؟ فالله ومش عارفة إيه فالقوة هنا مش في إيد الله هو اللي بيعمل الخميرة دي يعني تكتروا بالإيمان وبالمحبة شوفي كم واحد من أتباع المسيح تلميذ المسيح نشروا المسيحية في العالم كله إلا إنهم مؤيزين بربنا بالزبط يعني واحد زي مرقص الرسول دخل لوحده منفرداً لمصر توم راح الهند ولا المسيح بالكلمة أي بيت دخلتموه سلموا عليه وبعدين لو ما قبلوهم سلامهم يروح للبيت السلام يرجع عليهم لو الناس ما قبلوهمش وإنتوا طالعين يعملوا إيه؟ نفضوا لتوا ربنا أرجلكم طي قالوهم بالعافية اعملوا كده؟ ولا قدم لهم المحبة؟ ربنا مش عايز الناس تتبعوا بالإكراه والمسيح كان المثل الأعلى يا مارينا إنه قدم هو قدم نفسه رائع كده فقال لهم زي ما أنا بعمل اعملوا إنتوا فزي ما أنت قلت كده هو الرسول اللي عمل إيه؟ طيب إذا كان رب البيت بده فضاربا فشيمة أهل بيته الرقص الفجر 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 والنفاق طيب لو عايز تكملي فيه حاجة عايز تكمليها؟ لا هو كل المراجع هتكون على الشاشة طبعا كالعيدة طيب في إعلام الموقعين لابن القيم الجزية بيقول إيه؟ إنه لا تقام على أرض العدو اللي هو العنوان ده لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو أتى بشر ابن أرطاء برجل من الغزاء وزي يعني مسلم قد سرك مجنة سرك حاجة اللي هي بتاعة الحرب دي فقال لولا إني سمعت رسول الله يقول لا تقطع الأي دي في الغزو يعني أنتوا بتغزوا واحد منكم سرق شوفي بقى واحد منكم سرق لا تقطع الأي دي في الغزو لقطعت يدك رواها أبو داود وقال أبوه محمد المقدسي وهو إجماعي الصحابة إجماعي الصحابة روية سعيد ابن منصور في سننه بإسناده إن الأحوص ابن حكيم عن أبي إن عمر كتب إلى الناس لا يجلدن أمير جيش أوهو لو حد سرق ما يتقطعش إيده أمير جيش لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حدا وهو غازي حتى يقطع الضرب قافلا لألا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار يعني يعني إيه يعني 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 إنه ده حرامي ده سارق ده فاجر ده يعني يعني هقولها فكريني دلوقات فكري فيها دلوقتي الرجل اللي سرق في العهد الأديم سرق الشنعار الدهب ربنا قلب الدنيا على المحلة بتاع شعب إسرائيل وسطك حرام يا إسرائيل وبعدين إيه قال في وسطك حرامي حرام يا إسرائيل ونفضوا المحلة كلها علشان يطلعوا هذا الرجل اللي حيطلع هيدخل الحرام جوه إسرائيل هيدخل الحرام في المحلة كلها وربنا عاقب وحصل عقاب عقاب شديد شوف الفرق هل الرجل ده يكون جاي من نفس المصدر لا يمكن لا يمكن فهنا بيقول مارينة إن عمر كتب إلى الناس ما حدش يجلد لو لقيته واحد حرامي لو واحد زيني لو واحدة وحد يفتح بق قدامه لحسن خايف ما يقولش في وسطك حرام يا مسلمين لا 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 خالص وبعدين قال إيه وقال على القمى كنا في جيش في أرض الروم كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حزيفة ابن اليمان وعلينا الوليد ابن عقبة فشرب الخمر شوفيه فأردنا أن نحده فقال حزيفة حزيفة من اليمان أتحدون أميركم وقدناوتهم من عدوكم فأطمعوا فيكم طب ما اطلعوا رجل عنده أخلاق وعنده الله حيؤيده الله يؤيد اللي عنده أخلاق زي ما في الكتاب عندنا الله يؤيد الشخص اللي عنده أخلاق كان الرب مع يوسف فكان الرجل لن نجح النجاح لأن ربنا معاك بالزبط مش النجاح أن أنت تبقى فاجر فأنت كده ربنا يسيبك عشان تأيد الإسلام فاكرة مارينا احكيلي شوية على الرجل اللي اسمه الوليد ابن عقبى كده شوية الوليد ابن عقبى ده كان بيصلي بالناس أربعة الصبح ويشرب خامر بيصلي وهم سايبينه عندي وساكرانه وكان يأمهم وقال لك مش مشكلة لو الإمام فاسق وكان بيصلي بيهم الصبح أربعة ويقول لهم أزادكم ويقول لهم إحنا في زيادة معاك الوليد ابن عقبى اللي قتل أبو سابران يعني وضحيها شوية لحتة دي قتل أبو سابران يعني قتل أبو سابران يعني بيربطه ويطعنه غاية ما يموت ده الوليد ابن عقبى ده المسلم يعني فيه فجر كمان في أنه يقتل أبو وقال أسكر أو أشرب رغم أنف من رغمه يعني يعني فجر وضد ضد إله ونفسه مش مهم بس مشكلة عشان ينصر الإسلام الله أكبر مش مهم عنده أي حاجة يعني الفجار مش مشكلة زي الرجل هل ربنا يحب الشر يا فرحة يعني الإنسان الشرير ربنا يستعمله مش ضعيف ربنا مش ضعيف ربنا قوي صح فربنا مستحيل هيكون مع إنسان شرير بالزبط لكن الإسلام بيستخد لأن مين إله الإسلام؟ مش هو الإله الحقيقي هو الكذاب وأبو كل كذاب صح الشيطان الشيطان عشان كده الأشرار هما اللي بينصروه فهو بيوافق أوكي؟ هو محتاج مين غير الأشرار أحسألك سؤالتين دلوقتي لما بيحصل أي تجاوز على المسحيين أو المسحيين بتشوف يحد بيطلع يحرق ويولع ويشتم وألفاظ بازيئة بتحصل إطلاقا إلهنا قوي ليه؟ يعني إلهنا قوي ما تأثرش بالحاجات زي يعني 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 إحنا شفنا المسيح المسهل الأعلى كانوا بيشتموا صح عيرو تفوا في وشه وهو رايح يتسلم تفلوا في بسقه وفي وجهه جلدوا عمل إيه؟ لا شتم لم يفتح فيه عنده هدف الهدف إنه وقوي والقوة في ديك أي حد لو أنت شتمتي وشتمك أي حد يقدر يعمل كده لكن القوي هو إيه؟ اللي يقدر يكون بصص على هدف بتاعه هدف بتاعه مالك نفسه خير من مالك مدينة فأنت هتشتم المسيح هو المسيح قوي أنت مش هيتأثر بشتمتك هتشتم ربنا على ربنا القوي مش هيتأثر بشتمتك إحنا ما عندناش الحتة آه إلا أنت يا رسول الله لا ده واحد ضعيف إنصر الله تنصركم أنا أفتكرت دلوقت لما أبو إسلام طلع وعمل حاجات غلط على الإنجيل ولا حتى هيا مين يا ولا ولا بنتأثر أصلا ودي الفرق ده ورق بابا إيه؟ هو ده مشكلة يعني لا وهم مش فاهمين الفرق اللي بيننا وبينهم فاكرين زيهم لا فاكرين إنه ده ضعف لا مش ضعف بالعكس اللي مالك نفسه خالي ومالك مدينة هم بيعتمدوا دلوقتي على ملك المدينة بالإيه؟ بالقوة وبالسلطرة هو قال إيه؟ انصروا الله الله محزون عندي حق انصروا الله ينصركم ده الشرط يعني خلينا أوريكي مثل كمان من الفجر اللي كان في المسلمين أيام الرسول بصورة النساء 94 بتقول إيه؟ أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيل تفسير ابن كسير بيقول لنا إيه؟ يقول لنا إن كان فيه رجل عن ابن عباس كان رجل فيه غنيمة له فلحقه المسلمون يعني مسلمين مش وراء فقال السلام عليكم طيب ما دي تحية مين؟ تحية المسلمين صح السلام عليكم يعني بيسلموا على بعد فقتلوه وأخذوا غنيمتهم يعني رحوا قتلينه وخدوا الغنيمة بتاعته فأنزل الله ذلك إلى قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة يعني واحد مسلم وبيقول لهم أنا مسلم وسلام عليكم لهم مش مهم هنقتلك وناخد الغنيمة بتاعتك فأيه؟ وبعدين؟ قتلوه وخدوا غنيمته فرح الله قال لهم إيه؟ فأنزل الله ذلك إلى قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا عشان الغنيمة بس أنت عارفة أن مصر دي در حرب السودان دي در حرب المغرب كل البلاد اللي هي لا تطبق الشريعة الإسلامية دي در حرب يعني ما تقومش فيها الحدود صوري؟ يعني مش بس أن أنت وانت رايحة حربي وجيشين مع بعضوا في بلد تانية لا كل البلاد اللي هي لا تطبق الحدود حد السرقة حد الجلدة حد دي دي يعتبر در حرب در حرب هو بقى في در حرب مصر دي در حرب بالنسبة طب المسلم بقى صفته بقى في در الحرب دي لا تقوم عليه الحدود عشان كده ممكن يقتلوا صيحي بس هو ده الإسلام هل المسلمين عارفين الحاجات دي؟ هم ما يعرفوش الحاجات دي بس العمم عارفينه الشيوخ فاهمين؟ العمم عارفينه عشان كده بيدوها من تحت لتحت يعني يا مارينا المشكلة في الدين والشيوخ عموما يا مارينا أنا بشكرك جدا من أجل الحلقة الحلوة دي والإضافات الحلوة دي وعزائي المشاهدين احنا بنشكركم جزيلا وحطوا الحلقة دي تحت المجر وهل الله فعلا بيدمركم يؤيد بالفجار والمجرمين والمنافقين حطوها تحت العدسة كده ويشوفوه وقولوا رأيكم ايه وارسلونا على الحلقات شكرا جزيلا والرب معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة